من خلال اتصالاتك والمشاورات اللي عم تجوها من منتصف ليل أمس حتى اليوم قدرتوا تتواصلوا مع الإدارة السعودية مع البسؤولية السعودية اللي تجربوا تستوعبوا الوضع اللي عم بيصير طبعاً طبعاً احنا بيتواصل دائم وباستنكار والإيادي السعودية الحكيمة والشعب السعودي بيعرف أنه رأي اللي قال مبارح من معي الوزيرة ده لا يعبر أبداً عن قناعة غالبية الشعب اللبناني التي تكون لذي يكون كل المواد الاحترام لشعب المملكي قيادي ولمملكي العربية قيادي وشعب ولكن أن احنا اليوم علينا أنه ناخد قراراتنا بغض النظر عن شو المواقف والقرارات التي تأخذها المملكي العربية السعودية التي تعتبر قرارات سيادية التي تأخذها هي لأنه شعرت أنه كرامتها تعرضت للطعن من قبل مسؤول ورأس الدبلوماسي اللبناني ما في طلع بيان رئاسي يقول هذا رأي خاص ولا لا يعبر يعني هون مثل صب الزيت على النار نحن علينا أن نقوم بخطوات كجالة لبنانية مؤثرة في دول مجلس تعاون الخليجي بيتطلب إلى هذا الوزير بالتمحي وهو يستقيد يطلع يقول أنا باعتكفه أنا بترك الوزارة وقير يستلم حرصا على مصالح 350 ألف لبناني بالسعودية وشي 550 ألف بالخليج واليوم أنه ضحي بوزير خرجية تصريف أعمال مستقيلة أحسن من ضحي ب 550 ألف لبناني لأنه هذا القرار التي اتخذته المملكة العربية السعودية والخطوات التي ستأخذها لاحقا أنا أستطيع أن أؤكد لك أنه سيليه قرارات موحدة خليجية بحق لبنان واللبنانيين لماذا؟ من هو المسؤول عن در تلك العلاقات بعرض الحائط؟ شو عملنا نحن هاللبنانيين العيشين هناك اللي عم نشتغل بخوف الله ورسوله وعم نروح نجدح ونجدح بأصعب الظروف وبأحلك المنخات وبعيد عن أهلنا وعن أرضنا وغربتنا لنأمن هالصورة الحلوية عن لبنان لنأمن هالصمود تبع العيال الميسورة اللي اليوم عم تصمد بوج هالرياح الاقتصادية العاتية التي تضرب لبنان بيقوم المسؤولين أو الغير مسؤولين بيكافونا بهالطريقة أنه بيعملوا تصريحات غير مسؤولة وبيعمل ردة فعل هو ديبلوماسي هو من السلك هو مفروض أن يتمالك عصابي أنا محله ما بطلع بالحل أمن الأسس أنا لو وزير خارجيي وبعرف مين الضيف أنه مواطن سعودي غير ما عنده صفة منه مسؤول منه مضطر أطلع الحرة وبعدين شو بدي أطلع أقول أنا حكومة تصريف أعمال شو عندي أقوله؟ وشو عندي يخبره للإعنام ولا بس كان طالع منه محضر منه مجهز الخطأ بخطأ كل طلعته كل طلطه ما ألا كان أساس لا يرتكب هذا الخطأ ينفعل بهالطريقة الغير مسؤولة يجب أن يتحمل مسؤوليه ويجب أن يستقيل وما له حق وزير خارجيه تصريف أعمال تسببت حكومته بمقتل مئات اللبنانيين بانفجار أربع آب أن يدين أو يطلق الأحكام على المملكة العربية السعودية أو غير دولة هي شو عم تعمل هي وشعبها في إلا قضاءة وفي إلا سيادتها وفي إلا حريتها واستقلالها نحن مقلنا دخل بالتدخل بشؤونها ومن نحن اللي نعطي دروسا للآخرين عندما حكومتنا عاجزة عن حماية أمن مواطنينها وتأمين لك ما تلعيش بكرامي لأنه اليوم بديل لك شغلي نحن بخبرتنا بالغربي هي الكرامة بالغربي وطن والزل بالوطن غربي بالدول الخليجية وتحديدا السعودية تعرف رأي اللبنانيين بإدارتها وبكرامها هل ممكن مثل ما عم تقول حضرتك أنه يوصلوا لمحال فعلا يكون فيه إجراء متشدد بحق اللبنانيين طبعا كل الدول تاخد هالإجراءات وكل الدول دايما بيروح الشعب ضحية العلاقات السياسية إذا كانت العلاقات السياسية متدهورة عندما ساءت العلاقات بين تركيا وبين السعودية من دفعت تماما؟ رجال أعمال البلدين عندما تم منع استيراد المنتجات التركية إلى السعودية عندما تعرضت العلاقات اللبنانية الكندية إلى الإساءة في فترة من الفترات منذ سنوات منع منع الكندية أن يدخل على المملكة بالتمانينات عز أوجه الحرب العراقية على الكويت تم طرد جاليات من دول عربية وقفت حد صدام حسين أنا ساك هذا إجراء تاخده بعض الدول وإلى حق تاخده بحق جاليات لبنانية عندما تقوم حكومة أو دولة هذه الجاليات بالإساءة إلى المملكة بموقف رسمي أنا برجع بكرر المملكة كل يوم تتعرض من بعض اللبنانيين بعض الأبواء مأجورة والغير مأجورة إلى هجوم وإلى بس هوا دي لبنانية عادي مواطنين ما بين ما عندهم ونحن اليوم حتى اللبنانية بالسعودية ونحن عم نتعرض من سعوديين بعبارات تصيق إلينا لأنه بس نعتبرها هايدي مش مسؤولة لتعكس الموقف الرسمي للمملكة يعني صار في خطائين بهذا الشهر من هالحكومة قبل ما تمشي دمرت لبنان وبعد ما عم تعرف تمشي لهو خطأ إنه تم توقيع على تزوير وثائق رسمية تتعلق بشحنة الكابتاجون وتشطيرها من مرفق بيروت عليا ختم الجمالك اللبنانية وهلا هيدا الخطأ موقف رسمي كمان عبيهاجم المملكة العربية بها ديك الموضوع كانت حلحل؟ لا معضو ما تحلحل بعد الابضاع وقفة على البور من يدفع التمن؟ خسائر مئات الملايين مين بيدفع التمن؟ حجم الصناعات الغذائية نحن الصادرات بنصدر للسعودية ميتان وعربين مليون الصناعات الغذائية هلا الممنوع تدخل المملكة خمس وعربين مليون اللي موجودة على البور خمس مليون مين بيتحملها؟ تبشو خمس مليون دولار اليوم فرش كلمة بتتم هادي تعود لعائلات تعود لموظفين لأصحاب شركات اللي هني كلهم عم يكدوا يجهدوا يأمنوا لقمة العيش بيجي تصرف هاد غير مسؤولين من بعض الجهات وتستبيح الكرامة ها اللبناني وتستبيح أمنه ورزقه وليس هناك من رادع غير مسؤول يعني خلص مصير البضائع تعتبروا أنت اللي كانت موجودة لحدود؟ تطلف أو تسترد ستطلف أو تعاد خاصة بعد اليوم ما بقى نحكي بأي أمل يعني بعد فيه شوية تتصالات وتواصل وتمني أنه بعد العيد نقدر ندخلها يعني أن نعتمد على حكمة وحنكة القيادة السعودية أنه تقدر تفوتها خاصة أنه هادي تتلقم مع كل المواصفات ومعليا أي أشكالية ولكن بعد اليوم صعب يعني كل ميلة الله يديمه بهالنعمة هالحكومة يعني عم بتزيد شرخ وتضرب عرض الحائط بكل ما عنا علقات جيدة شو أكتشين أنت بتتخوف منه فعليا من بعد هيدا اللي يصار يا ليه قلت حضرتك أنه أكيد رجال أعمال وأكيد يعني قديش تعتبر فعلا صرنا بمرحلة خطيرة جدا من علاقات مع دول الخليج أكتر شي عم نفقده نحنا للمسناه وهذا ما كنا نشعره فيه من عشرات سنين أنه الشعوب الخليجية بطلت تنظر للشعب اللبناني بنفس العين والمنظار اللي كانت تنظر لنا قبل هي أكبر إخسارة لتعون لأنه دائما العلاقات السياسية بين الدول تتغير حسب المصالح ولكن علاقات الشعوب هي الأساس علاقات الشعوب هي التي تدوم اليوم بدأنا نشعر أنه لا صار فيه استياء وصخط من الشعب السعودي والشعب الخليجي تجاهل لبناني لا لأنه نتيجة ما تقوم به حكومته من عجز ومن عدم فرد هيبتها وسيطرتها وسيادتها واستقلادها كما تدعي على الأراضي اللبنانية وحكومي ودولي وفلتاني وسيدي فهيدي عم تفقدها مصدقيتها عم يتأثر فيها الجالي اللبناني نحن نتأثر فيها طبعا المملكة رأيها على خطوات تسعيدية استدعاء السفير لبناني تسليمه رسالة شديدة اللهجي استنكاراً التصريح اللي طلعت وإذا لم يستقل أو يتنحى جانباً ويستلم حالة تاني أكيد حنرى استدعاء السفير السعودي إلى المملكة للتشاور وبعدنا يمكن نزعب إلى قطع العلاقات ويمكن نزعب إلى منع اللبنانية من دخول المملكة كله وارد كله حق مشروع للمملكة لحماية أمنة واستقرارها إذا كانت تشعر أنه هناك خطر صار اللبناني مصدر خطر للشعب الخليجي بعدما كان اللبناني طوال تلك السنوان مصدر أمان وإبداع وتفوق وتمويز ونهضة وأعمار باسم الرجال الأعمال وباسم اللبنانيين الموجودين بالخليج شو الرسالة اللي أنت بتوجهها إيه كان القيادة بالمملكة العربية السعودية أو للدول الخليج الأخرى من بعد هالتصريح أنا علي وجه رسالة لحكومتي للمسؤولين عندي للشعب اللبناني يمنع منعاً باتاً على أي قوة سياسية أن تأخذ لبنان واقتصاد لبنان رهينة لمواقفة سياسية يجب على كل تلك قوة أن تكون مواقفة سياسية في خدمة اقتصاد لبنان وخدمة مصالح لبنان وليس العكس ممنوع ما بقى حنقبل نحن اليوم عندنا مسؤوليات جسيمة تقع على عاتق الجالية اللبنانية موجودة بالخليج هي أن تعمل أن ترفع اسم لبنان عالياً أن تحترم القوانين المريعية الإجراء أن تخالف القوانين أن تحافظ على سمعة لبنان وأفضل العلاقات لأنه أوقات لما بتكون جالية عم بتقوم بأعمال نهب وسرقة ونصب واحتياد ما بتأثر على سمعة الدولة والعكس صحيح الدولة لما بتقوم بعمل فساد ونهب وسرقة وإرهاب وقتل وضرب كمان بتأثر على سمعة الجالية اللبنانية بقى اليوم من يوم من اللي عم بيزعزع سمعة لبنان واللبنانيين الحكومي بهالتصرفات الغير مسؤولي من ناس يفترض بهم أن يكونوا مسؤولين نطالب وسنطالب وسنصعد حتى إقالة هذا الوزير وتسمية وزير آخر أو تعيين وزير آخر من ضمن الوزارة يستلم محله بالتكليف لأنه في وزير وفي وزير أصيل وفي وزير بالوكالة يجي وزير تاني يسلم هالحاكيبه لكنها شركة الحكومية تاني ولكن لم نرضى لهذا الوزير ألا يتحمل عواقب فعلته ونحن سنذهب إلى الآخر عبر القضاء لمقاضاته لأنه عرض مصالح اللبنانيين عامة بيدوا المجلس تعاون الخليجي للخطر من وراء تصريحات غير مسؤولي والتصرفات غير مسؤولي رغم استنكارنا الشديد ورفضنا لأي مساس بمقام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي نجل ونحترم ونحن تشكله شيء وفد هيئات اقتصادية أو رجال أعمال لزيارة رئيس الجمهورية كمال هذا الموضوع ما في داعي ما في داعي موقفنا واضح نحن اليوم عم نحكي كجالية لبنانية تعمل في بلاد الاختراب وطبعا اتحاد الغرف اللبنانية هم المظلة وهن الأمبريلا اللي هن بيرعوا مصالح اللبنانيين الذين يعملون بدول مجلس تعاون الخليجي وأكيد رجال أعمال لبنانية المكيمين ونحن المنتشرين في شراكي استراتيجي لأنه رجال أعمال لبنانية المنتشرين هن اللي عم بيتعاونوا مع المكيمين بالصناعة بالتجارة بالخدمات بالسياحة لتأمين هذا التبادل التجاري لتنمية الأعمال فنحن دورنا مسهل كغرف واتحاد غرف تجاري في لبنان بتنمية تلك العلاقات وتقوياتها وطبعا مصالح اللبنانيين العاملين في دول مجلس تعاون الخليجي تعتبر أولوي بأجندة رئيس الاتحاد شو وسائل الضغط المعقول يتعاملوها يعني شو الوسائل الضغط اللي أنتم معقولوا تمارسوها كهيئة اقتصادية واجتماعية نحن سنبقى نطالب بتنحية هذا الوزير وتسليم ملف وزارة الخارجية هاك هاك ها الوزارة غيبة وهاك ها الوزارة من منخوري من قلبها الأمين العامة بيحكي مع المسؤول الكطاع السياسي فيها وما حدا بيحكي مع التاني وفيها مشاكل اليوم المشاكل وزارة سيبة وفي التاني أنا عم بقول لك خدها مني وغيبة عن السمع غيبة استقيل تنحى هذا الموقف اليوم لأن احنا بنقدر نستعيد بعد من الثقة مع الايادة الحكيمة السعودية لنطالب تلقى الكيادة بعدم الزهاب أكثر باتخاذ قرارات أكثر قصوى حيدفع تمنى المنتشر اللبناني في المقيم اللبناني في دول مجلس تعاون الخليجي سعال لهذا الوزير أن يكون لديه الجرأة والوطني والحكمي والحينكي نقول الخيأ أنا خلاص أنا بدي أتنحى الملاب ما بقى بديه أنا بسلم وزير تاني خلاص نرجع نحنا بيبدأ شغلنا بقاعدة رأب ما تم يعني تخريبه وصدعه بهالتصرف الغير مسؤول سؤال أخير سيزيلي هل يمكن تشكيل وفد رسمي من القطاعات الصناعية والتجارية وجه العمال وتقوم بجولة خليجية لمحاولة رأب صدع صدع تصليحات وزير الخليجي اللبناني مش مطلوب مننا هذا الدول نحنا ما فينا نقوم مكان السلطة الرسمية نحنا شغلتنا نعمل أفضل علاقات مع الكطاعات الانتاجية الخليجية مع شركائنا ونزراءنا من رجال أعمال الخليجيين نحنا ما فينا نلعب دول رسمي ونحل محل دولي نحنا كنا نرافق الدولي والحكومي لما كانت موجودة بجولاتنا الخليجي إلى الخليج وغير الخليج عملاً لما عملنا على رفع حظر مجيء الإمارات إلى لبنان وعملنا على إعادة رأب الصدع مع العلاقات الخارجية بس كنا برفقة المسؤولين الرسميين الحكوميين واليوم لما يكون عندك حكومة غيبة عن الوعي غيبة عن السمع غيبة عن المسؤولية غيبة عن أي شيء ما فيك تقوم بأي عمل رسمي